اخبار الآن على خط التماس مع داعش في الرقع واشنطن تدين تفجير داعش لجامع النوري في العراق ونازحوا سوريا في لبنان من جحيم داعش إلى فقر المخيمات أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري اتقدمت قوات سوريا الديمقراطية بضع مئات من الأمتار داخل البلدة القديمة في مدينة الرقع وافدت وكلة هاوار أن تلك القوات أحكمت سيطرتها على مساحات كبيرة من حيحة طين وشارع الفردوس الاستراتيجي قرب وسط المدينة فضلا عن أراضي تقع في الضفة الغربية لنهر الفرات يتي هذا فيما يستمر تقدم قوات غضب الفرات في الرقع حيث تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة من حيحة طين تقرير جينا موسى طريق إلى الرقع التزم اليمين وبعد حوالي سبعين كيلو مترا ستصل إلى عاصمة خلافة داعش المزعومة مشاهد الدمار التي خلفتها طائرات التحالف ممزوجة مع مشاهد استمرار الحياة ومحاولات السكان للعودة لحياتهم الطبيعية وصلنا الآن إلى مدخل مدينة الرقع من الجهة الشرقية سنتجه الآن إلى داخل المدينة مع المقاتلين نتجه إلى داخل المدينة لتجنب القناصة يجب أن نقطع هذا الطريق بأسرع ما يمكن وجهتنا الأولى هي مقر تابع لقوات سوريا الديمقراطية ننتظر هنا قليلا على الرغم من سقوط قذيفة بالقرب من المقر ننتظر حتى وصول طاقة من آخر يصحبنا إلى الخطوط الأمامية لا يمكننا أن نتواغل أكثر في الأحياء المحررة من الرقع من دون سيارة مصفحة داعش يقصف هذه الأحياء بطريقة متقطعة وكذلك يستخدم طائرات مسيرة محملة بالقنابل أنا موجودة الآن داخل أحدى المدرعات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نتجه إلى داخل الأحياء المحررة في مدينة الرقع من المدرع نتجه مباشرة إلى نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية لا يمكن أن نتجول في الشارع أيضا بسبب انتشار قناصة داعش من الطابق العلوي تطل عليك الأحياء التي يتمركز فيها داعش الدخان المتصاعد خير دليلا على القصف المتكرر التي تتعرض له مواقعهم في هذه النقطة يقاتل العرب من لواء فرسان الجزيرة جنبا إلى جنب مع الكرد لواء فرسان الجزيرة من قبل الشيخ نايفد هامق عشيش يعني من عشيرة عنزة ولكن ما نحدد أنه اللي ينضم مو بس من العشائر عنزة من جميع العشائر لأنه نضمنا معانا من جميع العشائر إلى غوات إلا فرسان الجزيرة تحت راية قوات سوريا الديمقراطية في بعض سؤال ديسالكي لأنه سمعت أخبار عم تقول أنه جيش العشائر عم يعتمد هاي شو هاي؟ هاي دوشك أنتو عم تضرب؟ نعم نضرب الدواش فيه يعني هجوم ولا ليه عم تضرب؟ نعم فيه غناص تعتمد هذه المعركة على غطاء جوي من قبل طائرات التحالف هذا المقاتل الكردي هو المسؤول عن التنصيق مع التحالف في هذه النقطة العسكرية يخبرني أنه عبر الآيباد يحدد مواقع داعش ويرسل الإحدافيات عبر الواتس أب إلى الأمريكيين ليتمكنوا من استهداف مواقع العدو الوقت بدأ يدهمنا بينما أستعد لأختم تقريري يحذرني مقاتل أن التحالف نفذ غارة جوية أثناء تواجدي هنا في حي المشلب داخل مدينة الرقة أحاول أن أختم تقريري مرة أخرى لكن داعش بدأ باستهداف مواقعنا وقعت القذيفة خلفنا مباشرة الخوف سيد الموقف للحظات قبل أن يقوم هذا المقاتل بالرد على مصدر إطلاق القذيفة بعد المحاولة الثالثة والأخيرة نجحت بإتمام تقريري أثناء وجودي هنا في حي المشلب داخل مدينة الرقة سمعت قصف طائرات التحالف سمعت أصوات المدفعية الثقيلة والقذائف لكن المشكلة الأساسية التي تواجههم هي الألغام المنطقة ملغمة بشكل كامل لا نستطيع أن نقطع شبرا واحدا داخل هذه الأحياء بدون مرافقة قوات سوريا الديمقراطية جينال موسى أخبار الآن من داخل مدينة الرقة أفاد مراسل أخبار الآن بقتل ما لا يقل عن ثلاثين فردا من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في كمينة الجيش السوري الحر استهدف نقطة لهم في مخيم درع جنوب البلاد وكانت مدينة درع شهدت قصفا هو الأعنف منذ أسابيع استهدفت فيه مقاتلات حربية روسية وأخرى لقوات الأسد بالصواريخ الفراغية الأحياء السكانية ومواقع سيطرة المعارضة في أحياء درع البلد وطريق السد ومخيم درع موسيقى أحييكم من جديد في الشأن العراقي عدت الولايات المتحدة أن تفجير داعش لجامع النوري ومنارة الحدباء التي تم تشيدها في العراق في القرن الثاني عشر يشكل اعتداء على التراث العالمي وعدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نوريت عملية تدمير دليلا إضافيا على أن تنظيم داعش ليس لديه أي احترام لهوية العراق أو ثقافته أو دياناته بدورها عدت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم واليونيسكو إيرينا بوكوفا الخميس أن تدمير مقاتلي تنظيم داعش لمنارة الحدباء التاريخية في الموصل يعمق الجروح في العراق وفي بيان دعت من خلاله إلى التحرك الدولي الفوري والقوي وتعهدت باستعداد اليونيسكو لدعم وإعادة ترميم وتأهيل الإرث الثقافي متى أم كان إنسانيا قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن أكثر من خمسة ملايين طفل بحاجة ماسة للمساعدة في العراق ووصفت الحرب مع تنظيم داعش بأنها إحدى أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث مزيد من التفاصيل مشاهدين عن أوضاع أطفال الموصل في سياق التقرير التالي أطفال الموصل الذين رأوا ما لا ينبغي أن يراه أحد بحسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية هم اليوم من تتحدث عنهم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف وتناشد العالم لدعمهم بالمساعدات العاجلة الواقع في العراق والذي كان يعيش أزمة أمنية بعيداً 2003 تفاقمت أزمته أضعافاً مضاعفة في 2014 عندما اشتاح تنظيم داعش الموصل ومناطق أخرى في العراق ليعلن دولته المزعومة دولة شهيدت بالدم والقتل والإجرام بحق الحجر والبشر لكن الفاجعة الأكبر هي ما يعيشها أطفال العراق وأطفال الموصل بالتحديد فقد قالت اليونيسيف أن الأطفال في أرجاء العراق لا يزالون يعانون رعباً هائلاً وعنفاً لا يصدق وقالت أن الأطفال تعرضوا للقتل وأصيبوا وخطفوا وأجبروا على إطلاق النار والقتل في واحدة من أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث وذكرت اليونيسيف أن الأطفال يتعرضون في الموصل للاستهداف والقتل على يد تنظيم داعش لمعاقبة الأسر ومنعها من الفرار وتشير تقديرات لمنظمات دولية إلى أن أكثر من مئة ألف مدني نصفهم أطفال محاصرون في ظروف بالغة الخطورة في وسط المدينة القديمة آخر منطقة لا تزال تحت احتلال داعش وقالت إن أكثر من ألف طفل قتلوا وأصيب أكثر من ألف ومئة طفل منذ العام 2014 بينما انفصل أكثر من أربعة ألاف وستمائة وخمسين طفل عن أسرهم هذا الواقع الصعب يأمل العراقيون بأن يكون في مراحله الأخيرة مع تقدم القوات العراقية ودحر تنظيم داعش في الموصل إلى اليمن حيث وزع الهلال الأحمر الإماراتي كسوة العيد على الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء الأسر الفقيرة في أحياء مدينة المكلة في محافظة حضرموت اليمنية تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع الهلال الأحمر الإماراتي السنوي لتوزيع الكسوة والذي يقام لسنة الثانية على الدوالي كشف وكيل وزارة الصحة في الحكومة اليمنية الدكتور جلال بعوضة عن تسجيل إصابة 130 ألف حالة كوليرا وإسهالات مائية حادة ووفاة 970 حالة تفاصيل أوفة في التقرير التالي تسجيل ارتفاع عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن إلى أعلى مراحله في الآوين الأخيرة حيث أعلن وكيل وزارة الصحة في الحكومة اليمنية الدكتور جلال بعوضة عن تسجيل إصابة 130 ألف حالة كوليرا وإسهالات مائية حادة ووفاة 970 حالة في أحدث الإحصائيات الرسمية لمرضى الكوليرا التي اشتاحت محافظات يمنية عدة وكيل الصحة عز أسباب انتشار الكوليرا في اليمن إلى وصول الآلاف من مهاجر القرن الإفريقي إلى اليمن موضحا بأن الإصابات الأولى ظهرت في الجائحة الأولى أثناء وصول الأفارقة لليمن نهاية العمل الماضي مستعرضا أسبابا أخرى فاقمت من انتشار الكوليرا والإسهالات المائية الحادة قائلا أن تكدس أكوام القمامة واختلاطها بمياه الأمطاري كان من أبرز العوامل التي أدت إلى تلوث مياه الشرب كما تطرق الوكيل إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإنقاذ البلاد والمرضى من الكوليرا منوها على تشكيل غرفتي عمليات في شهر إبريل الماضي في كل من الصنعاء وعدن وذلك لمواجهة الوباء والحد من انتشاره وأشار إلى أن الوضع السياسي الذي تعيشه اليمن كان له تأثيره السلبي في تفاقم انتشار الكوليرا وصعوبة السيطرة السريعة عليها لافتن بأن الوضع السياسي أنتج مناطق شبه معزولة باعتبارها بؤرا للوباء مما أدى إلى حرمانها من وصول الخدمات الصحية والبيئية منظمة أطباب لا حدود من جهتها دعت المنظمات الدولية لتكثيف الجهود والمساعدات الإنسانية للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن تحسبا لوقوع أمراض أخرى وقالت المنظمة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحصول على الرعاية الصحية للمرضى بات صعبا للغاية وأن العديد من المرافق الصحية توقفت عن العمل نتيجة عدم وجود ميزانيات تشغيلية لهذه المراكز ودفع مرتبات الموظفين المتوقفة من سبتمبر 2016 كما أفادت أن الفرقة الطبية العاملة لها في اليمن علجت أكثر من 41 ألفا من المصابين بوباء الكوليرا مع وفاة ما يسمى بوزير المالية في داعش فواز الراوي فإن قدرات التنظيم التمويلية قد أصيبت بضربة لا يمكن إصلاحها لأنه كان أكثر بكثير من مدير مالي في التنظيم الإرهابي فقد كان يترأس شبكة تمويل دولية غير مشروعة ماذا سيحدث الآن لهذه الشبكة إليكم تحلينا المواطن السوري فواز جبير الراوي والمعروف بين أفراد داعش بلقبه حاج فواز في الأسبوع الماضي انضم إلى القائمة الطويلة لقادة داعش القتلى ووفقا لمصادر محلية فإن سيارته تعرضت لضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي على طريق الواصل بين مدينة البوكمال السورية وبلدة القائم مع وفاة الراوي يفقد داعش أحد أمهر وأنجح الماليين لديه خصوصا وأن التنظيم يعيش لحظاته الأخيرة في الموصل والرقة فإن هذا ليس ضررا يمكن لداعش إصلاحه وباعتباره أكبر رجل مالي في التنظيم كان الراوي يرأس شبكة عالمية لتحويل الأموال غير الشرعية عن طريق مكاتب تحويل الأموال عبر الشرق الأوسط وبسبب أنشطته المالية غير القانونية تم وضع اسمه على قيمة العقوبات من قبل الخزنة الأمريكية مثل معظم أمراء داعش كان الراوي يعمل أيضا لجيبه الخاص في حين كان يجمع ويحول الأموال لداعش قام الراوي بجمع ثروة كبيرة لنفسه أيضا ولم يكن التنظيم أول عملية لراوي قبل وقت طويل من ظهور داعش كان الراوي يقدم الخدمة نفسها للقاعدة في العراق سوف يضيف موت الراوي لمشاكل داعش الكثير في الأوينة الأخيرة العديد من أمراء التنظيم الذين يتعاملون مع أموال داعش قاموا باختلاس ما استطاعوا وهربوا من المنطقة اختاروا المال على الموت من أجل تنظيم يحتذر سيتم النظر إلى وفاة الراوي كعلامة أخرى على نهاية داعش المقبلة وسيشجع كبار المقاتلين الآخرين على أخذ المال والهرب إذا ما كانوا لا يزالون قادرين على ذلك ومع القضاء على الأعضاء الرئيسيين في الفريق المالي لداعش أو هربهم سيجد التنظيم الآن صعوبة أكبر في دفع رواتب لأعضائه وعلى الرغم من تخفيض الرواتب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة فإنه سوف يجد صعوبة كبيرة من أجل العثور على تلك المبالغ الصغيرة إضافة إلى ذلك فإن وفاة الراوي ستزيد من التركيز على شركائه الأجانب في مجال الأعمال في المنطقة عندما يموت شخص مثل الراوي فإن أسرارهم واتصالاتهم تصبح أكثر عرضة للخطر ولهذا السبب فإن السلطات في جميع انحاء المنطقة سوف تجد الآن سهولة في تحديد مكان الأشخاص المرتبطين بالراوي واتخاذ إجراءات ضدهم في الواقع كل الذين يشتبه بهم في تمويل داعش سوف يشعرون الآن بالمزيد من الضغط من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضدهم إذن كان الراوي يرأس شبكة عالمية لتحويل الأموال إلى داعش وتسهيل عمليات انتقالها إلى أن اهتمام داعش بالراوي وتدرجه في المناصب المالية لم يكن مصادفة بل سبق ذلك تاريخ من عمليات التحويل والصيرف المشبوهة منذ أن كان صاحب مكتب للتحويل وتغيير العمولات حتى دخول جبهة النصرة إلى مدينة البوكمال التي أصبح فيها صاحب الكلمة العليا لدى اللجنة المالية في التنظيم قصة وزير مالية داعش فواز الراوي نتابعها في التقرير التالي حج فواز أو فواز جبير الراوي عربوا الصيرفة والتحويلات غير الشرعية في تنظيم داعش لمع اسمه مؤخرا بعد أن وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة الإرهاب في ديسمبر كانون الأول الفين وستة عشر بتهم تهريبي وتخزين الأموال لصالح تنظيم داعش برز اسم الراوي حين عاد إلى مدينته البوكمال وبحوزته ترخيص لفرع مكتب حنيفة للصرافة الشركة التي مقرها الرئيس في حلب في عام الفين وعشرة عرف بنفوذه وارتباطه بشخصيات نافذة في دمشق من مسؤولين وضباط أمن ولم يكن وقتها أثريا إلى حد كبير دخلت البوكمال مرحلة الفوضى حين بدأت جبهة النصرة تتغلغل بين الثوار السوريين وهنا بدأ الراوي بتكوين ثروته من خلال امتيازات حصل عليها من أمراء في جبهة النصرة بمدينة البوكمال وريفها بحسب ما ذكره موقع فوراتبوست آنذاك عمل بتجارة النفط والتهريب من العراق من خلال تمويل صفقات عملاقة لبعض المهربين وفق اتفاق على الأرباح يحصل من خلاله على حصة الأسد تقرب الراوي من خلال أقاربه من أمراء وشرعي جبهة النصرة وبدأ بمرحلة النهوض عمل بتجارة السلاح من الشمال السوري إلى دير الزورو محيطها أصبح صاحب الكلمة العليا لدى اللجنة المالية التابعة للنصرة آنذاك ما سهله عقد صفقات مشبوهة كدسهيل انتقال الأموال وتبادل الأسلحة وغيرها من الأمور المالية أدرك الراوي باكرا قرب وصول داعش فغدر بمقاتلي فصيل عمر المختار وتسبب من مجزرة بحق أفرادها بحسب ما نقلته صفحة ويكليكس دير الزور ليتخلى أيضا عن جبهة النصرة التي انشق أصلا داعش عنها وأسس دولته المزعومة في سنة 2014 بايع الراوي تنظيم داعش وانضم إليه وبدأ يتدرج في المناصب المالية للتنظيم رويدا رويدا أصبح الراوي مقربا من أمراء التنظيم بسرعة لما له من خبرة في التحويلات المالية واتصالات خارجية مع مكاتب الصيرفة تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية أنه في عام 2014 سحل نقر الأموال لداعش حين عقد صفقات أسلحة وذخائر وفي منتصف آب أغسطس 2015 سحل الراوي العمليات المالية لتنظيم داعش وأشرف على عمليات تبدل الأموال وتخزين الأموال إلى جانب تسهيل عمليات دفع الرواتب لمقاتل التنظيم كما أنه استضاف في مزرعته الكائن بالبوكمال اجتماعات إسبوعية تضم عددا من الشخصيات البارزة في التنظيم وفي أيار مايو 2016 أصبح الراوي الأمير المالي في داعش وأحد أبرز مموليه وفي السابع عشر من يونيو حزيران تحدثت مصادر الأخبار الآن أن طائرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت فواز الراوي الذي كان يستقل سيارته على طريق البوكمال القائم شمال غرب الأنبار أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم تطبيق جديد يتنبأ بالزلازل تعاون باحثون أمريكيون على تطوير تطبيق جديد بإمكانه التنبؤ بالزلازل وقال مطورو تطبيق مايشيك أن التطبيق يعمل على جمع وتحليل البيانات من خلال المستشعرات المتقدمة الخاصة بالهواتف وإرسالها إلى الخوادم الرئيسية لمختبر العلوم للزلازل نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية تلفاز عصري غير مرئي من سامسونج جاء في تفاصيل الخبر أعلنت شركة سامسونج إطلاق مبيعات تلفازها الجديد الشهر المقبل إذ يتميز بإطار خشبي ليبدو وكأنه صورة معلقة على الحائط مضيفا لمسة فنية رائعة على المنزل العصري ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين اخترنا لكم لينوفو تسعى لتطوير لابتوب قبل للطي بشاشة مرنة كشفت شركة لينوفو عن صورة لجهاز لابتوب جديد قبل للطي يمتلك شاشة مرنة خاصة وأن لينوفو على ما يبدو تخطط لإحداث ثورة في عالم صناعة أجهزة لابتوب بين المستخدمين ومن الغد الأردنية مشاهدين نقرأ الهواتف الذكية الذرع التحكم في بلاي ستيشن فور أعلن الشركة سوني أن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية يمكن أن تصبح بمثابة الذرع التحكم في جهاز الألعاب بلاي ستيشن فور إذ يشترط لذلك أن يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق والتحكم في لعبة من سلسلة ألعاب سوني بلاي لينك الجديدة وتحمل أول لعبة من هذه السلسلة اسم That's You وختاما مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم ولينكولين تكشف رسميا عن النسخة الأكبر حجما من نافيغيتر كشفت لينكولين أخيرا عن النسخة الأكبر حجما من سياراتها نافيغيتر لفئة الرياضية للفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة الحجم وذلك كطراز مخصص للعام الفين وثمانية عشر يعد الأول من نوعه الذي يحمل الرمز أهلا نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا في الشهر الفضيل أسر سورية نازحة إلى لبنان لم تعرف رمضان بعد فمن جحيم داعش هربت وإلى فقر المخيمات وصلت فيما أمسياتها وموائدها فيها الكثير من الحسرة والحنين تريسي أبي أنتون والتفاصيل هربنا موت من الموت جينا على أزود الجوع هنا شتن هربت أم مصطفى من تنظيم داعش في الرقة فكان الجوع لها في المرصاد يتسلل يوميا إلى خيمتها وحاليا يحضر مائدة الإفطار معادلة محزنة لكنها حتمية لإرهابين شردها وعائلتها ورماهم في مهب الفقر والله جيب البطاطا والله فرمت حبات بطاطا جبت معي تهوني مشان أفرمهم لا أحمسهم حمسهم أكلهم لا عندنا لبن معهم والله ولا عندي خيار معهم ما عندنا شي ورغم فقر الكثير من الموائد لعائلات اعتادت الكرمة قبل أن تضربها ظلامية التنظيم إلا أن الأياد الخيرة لا تبخل يوما ومن تيسرت أموره بالحد الأدنى يتحسر لما آلت إليه الحال بفعل الأياد الظالمة جبنا كيلوين أول رمضان كيلوين فروج نعم منهم طبخات أولي كنا لأ الكيلوين ما يكفون طبخة سويت طوايا بالفرن وملوخية مع فروج وهذه الأكلات اللي نسوي هنا على أد الحال يعني كنا بسوريا لا غير هير يعني نطبخ أكلات نسوي حلو يعني كانت الحال أحسن من هيتش يعني 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 عيشتنا يعني يرثلها المحاشي والكباب السياد الموائد الرمضانية والتجمعات العائلية ركنها بحسرة يتذكر عبدالقادر تلك الأمسيات التي سلب داعش فرحتها وبهجتها من قلوب عائلات كسر وشردها في الداخل والخارج هل قعد بنص واحد قعد بنص أهله عشية العالم كلها بتجتمع كل العيلة الأكل بيبرم البيت اللي بيطبخ طبخة كل العالم الحوالي بده الدوء هلأ ما ضل فيها هالشغلة هاي ما ضل هون كل واحد صار بلاد ناس بتركيا ناس بالأردن هالجمعات الرمضانية يعني يحاول النازحون السوريون إلى لبنان أن يستحضروا بما أتيهم من إمكانات مادية افطارات رمضان في ديارهم لكن العين بصيرة واليد قصيرة فقد غذر بهم داعش وأرسلهم خاوي اليدين يبدون حياتهم من الصفر أو ما دونه والله تنم كيفين في سوريا لحد يزعجني لحد أتل كثير العالم مشتغلي مثل ما قال أخوي هذا 17 محل يروحوا وزلمة يشتغل ولا حساء اللاب أتشل لاب لباس لاب كل شي يقال حز إذا ما اشتغل زلمة واشتغل ابنه نبات والله من غير خبز يعني وزع 14 نفس بل ويروي الزوج كيف كانت عليه ليالي رمضان في حلب وأجواء الفرح والبهجة التي تحرم منها عائلته اليوم بحلب بحلب كرمضان كله حلو كله كله الأكلات بيحب الأكل الأكل الأمان البسط البوزة الحلو المشبك المشروبات العيل كله حواليش الأهل الأب الأم الأخ الأب بعيد عني الأم بعيد عني أخوي بعيد عني أختي بعيد عني شوه الرمضان هذا هنا شوه العيد اللي بدي عدي علينا هنا ولا شك أن داعش ببطشه والفساد الذي يعيثه في الأرض حرم آلاف العائلات السورية من الموائد الكريمة لكنه لم يسلبها أبدا عزيمتها على النهوض مجددا مهما حاول نازحون التخفيف من عب النزوح يبقى الحنين إلى سوريا ضيف المائدة الدائم ورفق ليالي رمضان لأخبار الآن تريس أبي عمتون لبنان كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا عن تفاصيل خططها لدراسة أول كسوف كلي للشمس عبر الولايات المتحدة منذ قرن من الزمان الظاهرة الكونية التي ستشمل أمريكا من أوريغون وحتى ساوث كارولاينا وخلال الكسوف الشمسي في الحادي والعشرين من شهر آب أغسطس سيمر القمر بين الشمس والأرض ليحجب وجه الشمس ليظهر غلافها الخارجي فقط في السماء في أخبارنا الرياضية حسم ليفربول الإنجليزي الخميس صفقة تعقوده مع الجناح المصري محمد صلاح من روما الإيطالي في صفقة قدرت بتسعة وثلاثين مليون يورو وأعلن النادي رسميا عن الصفقة التي ستجعل من صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين أخبار الآن على خط التماس مع داعش في الرقا واشنطن تذين تفجير داعش لجامع النور في العراق ونازحوا سوريا في لبنان من جحيم داعش إلى فقر المخيمات بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة مثلنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين كرام عدو ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة